أهلا بكم في الفقرة بتاع التريند هي تريند الإسبوع ده أو اليومين دول السوشيال ميديا كلها انفجرت على حاجة مهمة جدا السابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري بعدما صدر انذار طاعة ضد زوج زي ما نشرت المواقع السحفية بالكلام ده لأول مرة في التاريخ القضائي مصرية تطلب زوجها الطبيب في بيت الطاعة الكلام اتنشر بالطريقة دي لكن انا عارف ان الجرائد بقى تدور على التريندات وان الخبر كده مش مزبوط وان العنوان كده تم تأويله وده يقولك حال الصحافة تردى الى انها بتحاول تدور على تريندات طب ايه الحكاية بقى ويهي التفاصيل الواقع دي موقع اخبار اليوم نقل عن المحامية ايمان محسن اللي فجرت القضية المسيرة جدا وقالت انا ارسلت انذار بنشوز الزوج بقى دلوقتي من قضية طاعة لقضية نشوز الزوج نشوز ماذا تعني كلمة نشوز في اللغة العربية طب ليه نشوز يا ايمان قالك لانه طردها من مسكنة زوجية وفرق بينها وبين ولادها واخد الولاد وطرك لها البنات نشوز الزوج اقره الدين واغفله المشرعون هل يحق المرأة انذار زوجها للطاعة شوف بقى دخلنا في ايه اصل الصحافة بقى اصل الهبد اصل خراب البيوت وخراب المجتمع ما علينا ايمان محسن اللي فجرت قالت انها ارسلت انذار بنشوز الزوج لانه طردها من مسكنة زوجية وفرق بين ولادها وبينها وطرك لها البنات وقالت انه عندما يطلب زوجته للطاعة الزوج للرجل يطلب تكون في بيت منزل او بيت الا ان هذا الزوج ارسل انذار لزوجته على بيت وهمي غير التي انجبت فيه اولادها واوضحت انه من المعتاد يكون انذار الطاعة للست وهذا ما جرع لي العرف ولكن لم يقرأ يقرأ احد انه جاء في الشرع انه هناك نشوز للرجل على غر السيدة وهذا كما جاء في الاية 186 من سورة النساء دخلنا بقى القرآن يلا بقى واشرت الى ان نشوز الزوج هو الخروج عن المألوف موضحة انه بين كل زوجين حقوق وواجبات ومن يخرج منهما عن يعد ناشز ومن يخرج منهما عن يعد ناشز وارد عن الايةما الاربعة انه تم اثبات نشوز الزوج وكان يؤديبه القاضي لا ما تخلي الست تقدبه بالمرة بقى اي ايمان لانت جبت القرآن والايةما الاربعة خلي الست تقدبه يعني الستات حربت عشان بيت الطاعة تلغي وعملت السيدة فاتن حمامة مع السيدة حسنة شا الفيلم اللي قلب الدنيا وقتها وجهان السادات عمت بقى القانون اريده حلة والدنيا اتغيرت امجات السيدة سيدون مبارك وانه هتعمل لنا قانون الخلع دلوقتي بقى حاجة جميلة جدا والله العظيم لنلبسك الترح الرجال هتلبس الترح الواقعة الغريبة من نوعها دي اثارت حالة من الجدل على شبكات تواصل اجتماعي بين مؤيد ورافض كمان دخل في الموضوع قانونيين زي المحامي بالنغط الاستاذ ابو الحسن اللي كتب الكلام ده بقى اطلع استاذ ابو الحسن كده انتو تعرفوا اكتر مننا يا جماعة المستشار ده مش انذار بالدخول في الطاعة خالص ده انذار بتسوية الاوضاع الزوجية اما بالسلح او الطلاق ووضع اتفاق على حقوق الزوجين اما بعد الطلاق تلاعب سخيف بالالفاظ والله والله العظيم احسنت يا سات المستشار هو ده ده اللي انا قلت عليه انا لما قررت الخبر ده مع نفسي قلت اخبار اليوم بتعمل ترند وتعمل ايه تلاعب بالالفاظ ده اللي قالوا للمحامي المحترم ده ده بتسوية الاوضاع الزوجية اما بالسلح او الطلاق لكن في ناس تالي ردت وقالت لها لا ده مصطلح نشو الزوج ده مصطلح موجود فعلا في الشارع وده اللي كتبوا حساب بالاسم ده اطلع يا عم بالحساب انا عمش الاسم ده ايه مصطلح شرع قديم ويسقط من حقه الزوجة على قدر نشوزه فمسلا يسقط حق الطاعة للزوج اذا كان لا ينفق على زوجاته ده قال كده في حين قالت ماريم ان للزوجة حق الطاعة من الزوج كما عليها دي ماريم بقى ماريم الحارسي قالت ما اكثر البعود فيكم اما الطاعة فللزوجة مثل ما عليها ولهن مثل الذي عليهن ما الذي على الزوجة اللي يكون عليها مثله يا ترى ونشوز الزوج مذكور مثل نشوز الزوجة تم تكمل يا ماريم انتقالي مذكور فيه يا ماريم هتلنا الآية بالمرة وبالتالي حصل تزامن مع الجدل ده في وقعة نشوز الزوج نلاقي بقى الاعلام طالق ينفق في النار ويحرد الزوجات على الازواج اما ليه وفي الاخر نسأل المعادرات طالق علت ليه زي الدكتورة هبا قد اللي طالعت قالت الزوجة مش ملزمة على فكرة فيه سنة شرعي او قانوني يخلي المرأة تطبخ لجوزها هيبا يا جماعة بقالها كتير قوي من ساعة ما بطلت تتكلم عن العادة السرية والحاجات دي بطلت تبقى ترند فعايزة تعمل اي ترند فراحت طالع بالكلام ده مسكينة زي الغبار اليوم لقت الصحافة كلها بتاعها فقيت لك انظار بالطاعة وراحت مغيرة في الالفاظ فيه تردي في المجتمع سواء في اللي مسموسها ومسقطفين او حتى في الجرائد وقالت كمان الست دي ان الزوج لازم يدخل مطبخ ويطبخ لو عايز زوجته تطبخ لو هي يعني زوجته عايزة يطبخ يعني نشوف كده لا معلش يا سالحاتلي اول كلامها كده اللي يخليك اول كلامها خالص يعني مسلا انا دلوقتي في الجيل بناتي تقولك انا اطبخ عنها الاثنين بس هو كمان يطبخ ما تبقاش وظفتي مين هو يعني جزء ما بعرفش طب انا كمان ما بعرفش بس سواء فينا ما بتعرفيش ما بتعرفيش ما بتعرفيش تديري بيتك ما تتجوزيش نصيحة لأي شاب البنت اللي تقولك اطبخ ما تتجوزيش خلصت اصنتوا رايحين فين بالقصة دي بقى انه البيت ده بالنص خلص هنخش بقى في قصة مرتابي على مرتابك انت النص وانا النص هنخش في قصة بقى المرأس بالنص ايه يا هيبة ما تتعادي لكده وتتكلمي يعني ما بتعرفيش ما تعرفيش بنت مش قد الجواز يبقى ما تتجوزيش اسمع يا ابني كلمتين هقولهم لك البنت اللي تخش تخطوبها تقولك تخش المطبخ زي زيك وبالاخر تاخد الفلوس لا سوري زي زيك دي هاتلك واحد صاحبك وسكنه سوا هاتلك عيل كده هاتلك شغال في البيت هاتلك واحدة تطبخ وتكنس لا سوري اللي تقولك انا ما بعرفش زي ما انت بتعرفش خلاص يشوف حد يعرف عيب عيب تدمروا قيم مجتمع بالشكل ده عشان الغرب تبقوا زي اوروبا اذا كانت اوروبا نفسها دلوقتي بتشتكي من انها بقت عواجيز ومش عايزين اصلا يخلفوا ولا الناس عايز تجوز اسأل اي شاب يا رجل ده تركيل انا كنت فيها اسأل اي شاب انت عايز تجوز دي لك مش عايز تجوز اصلا اتجوز ليه اتجوز الشروع انت اخدنا نص فلوسي لانهم حولوا الزواج من مؤسسة ايمع الحب والموادة زي ما ربنا اراد الى شركة بقى داخلين شركة سوا اشترينا عربية سوا بنشغلها مع بعض فاتحين كشك بنشغلوا سوا مع بعض انت بتعرفش انا ما عرفش انت مش تنظف الكلام ده هبة انا قصتي عشت عازب كتير جدا واحوالي المادية كانت في الغالب مش كويسة فكنا لما نسكم مع بعض نقول بالكلام ده انت عليك المطبخ النهار ده انا علينا المطبخ النهار ده انت مش تعمل المطبخ وش اعمل المطبخ طب بكرة مش عارفها انا مش عامل بكرة طب انت هنزل هات المشايا انت هتروح انت الكلام ده يتقل اتنين عزاب ساكنين مع بعض بنتين ساكنين مع بعض في مدينة جامعية لكن مش مؤسسة زواج احترموا دينكم شوية احترموا الحجاب اللي انت لابسها ده احترموا الدين شوية زواج حاجة قيمة على مواد ده واحترام وزي ما هو بيتعب هي تتعب مفيش حاجة انت تعمل كذا نعمل كذا فيش كلام ده مفيش الكلام ده يا حضرات البنت المحترم المتربية عارفة ان لها حقوق وعليها واجبات وعارفة انها ملكة البيت زي ما هو راجل البيت وعارفة انه عليه يشقى ويتعب ويصرف ويشتغل وما يخلش عليها وهي عارفة انها هتربي وتردنات شوية تردع بقى احنا نخش شوية بقى انت تردع العائل النهاردة انه ردعه بكرة ده مش مؤسسة زواج ده عشاء اتنين عايشين فيها اختش عيب وما تدوريش عالترند بالطريقة دي انت بتكلموا بقسرة اوروبا ما بتتجوز الامريكان ما بيتجوزوش انا كنت في حوار مع شاب عايش في امريكا مش عايش يتجوز بلغت تلاتين وعداها وانا بساله عالتجوزها اللي تجوز ليه اجيب واحدة اكلها واشربها ومش بس كده والله ده الحوار ده واجيب واحدة تخلفلي كمان واكلها اللي هي جايباه وودل ده كترة والله ولما سألت ده رأيك الشخصي قال لا ده رأي قطاع كبير من الشباب وقال ان فيه اغاني طالع كده وقال انهم صورين البنات على انهم او الستات يعني او البنات على انهم استغلالين وعايزين فلوسنا انا مانا باكل بجيب من كنتاكي وبجيب من مكدونالدز وباكل ولو عن نظاف انا بنظف او عندي الغسالة وعندي الدشوشر وعندي مش عارف ايه امش عايز الستة اصلا والله وقال لي فيه اغاني طلع بالمعنى ده شباب بالملايين مش عايز يتجوزه اتجوز ديه اتجوزه اتجوزه هتقول اصرف عليها ليه وصل عليكي ليه وصل الاسرة عندهم في الغرب بقت خلاص انتهت فكرة انتهت بينما احنا عندنا في الشرق وفي المجتمع الاسلامي وفي الشرق كله الحقيقة الاسلامي ومسيحي الاسرة مقدسة دي حقيقة مطلقة اوروبا الاوروبيات بيحسدوا الناس علينا عارفين عننا ان احنا ناس بنحب ولادنا جدا بنحب الاسرة جدا تيجي انتي تقوليه لي انا كمان ما بعرفش يا سلام هو ده الزواج اللي ربنا قال عليه انه مواده ورحمة كلام هو بضهود بالحقيقة وغيره اعتبرون نس على السوشال ميديا انه بيؤدي لخراب البيت وارتفاع معدلات طلاق زي ما كتب حساب باسم حمدي كتب الكلام ده كما تهد المناسبين بقى بعد كده كتب هو ايه غرض من الكلام ده اعتقد انه يحض المرء على التمرد وخراب البيت الحمد لله اغلب المتزوجات يخدمنا ويطبقنا الازواجهن وابنائهن وبرغم تعبهن فهن يشعرن بالرضا والسعادة فلماذا البعض يحاول ان يحز استقرار هذه الاسرة وما هي مصلحته يبدو ان القائلة لا تعرف تطبق جيدا والله فعلا لا الستة المصرية ستة محترمة والستة الشرقية ستة محترمة ومش نقصة كلامك يا هدى قد واذا كان فيه ستات في الشرق او في مصر بيعترفوا بكلامك وبيعتبروه خلاص محررين بس انا بنصح اي شاب البنت اللي تقولك حقي وحقك والجوه ده ما تتجوزهش ما تاخدهاش ما تاخدهاش انت تاخدها بحب سواء كان جواز طالرنات او جواز مش عارف ايه الجواز الاسرة ايمة على الحب والاحترام ايمة انك تحترمها وتشيلها في عينيك لانه دي امانة عندك ودي اللي هتعملك بني ادم وانت كمان بقى تشيله في عينيك وتحترميه لانه ده اللي بيساعدك انما انا ما عرفش وانت ما تعرفش لا خلاص بقى نجيب ناس نسكم معاها تانية واسيبك من حكاية الجواز دي ونمشيها كده اخوة نمشيها سياحة نقعد مع بعض شهرين ثلاثة وما تعجبنيش هيشوف غيرها وهي تشوف غيري واندهت الاسرة على كده عايز هيه هيه ده عايزة انت عايزة خرطم بتجاز خرطم بتجاز وتتسوعي بيه اتقوا له في الاسر بتدمروا اجيال جاية بالاسر دي بالافكار دي بتدمروا الدين بما يسمى الفكر الوسطي بتدمروا الاسرة بالاراء دي لما الناس تقعد تسمع الكلام ده لما بنت صغيرة عندها 17-18 سنة تسمع الكلمتين دول وفاهمة انها توقف وراها هدى 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 هبا قد والمجتمع يساعدها يا بنت الناس دي مش حقيقة اتقل لها في جوزك واتقل لها في عيالك وانت في الاخر بتحترم نفسك قبل بتحترم جوزك انها بالطريقة دي فيه مشروع لتدمير المجتمع الشرقي او العربي بشكل عام